الحمد لله ناصر المؤمنين ومن ظل الكافرين الحمد لله القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور والقائل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رأيت منشورا لفت انتباه هذا المنشور لأن فيه فجور في الخصومة وفيه فجور في النقل وفي الكلام الموجود فيه وفيه فجور كذلك في الشماتة فيه شماتة عجيبة في أهل السنة وما يحصل في مأرب من الحروب بين يعني ماذا بين الأطراف المتقاتلة هناك في مأرب فتعجبت من الجرأة فكان موجود على المنشور رابط لقناه في التليجرام ضغطت على ذلكم الرابط فدخلت على تلك القناة في التليجرام فتصفحت بعض المنشورات التي فيها فوجدت جميع المنشورات المتأخرة أو أغلبها الغالبية الساحقة من تلك المنشورات شماتها في أهل السنة وفي الشيخ العلامح بن الحجوري وفي طلاب الشيخ الحجوري وفي أهل السنة وفي الصالحين هناك وتصور للباصات يعني كذا يمكن تقريباً ثلاثة أربعة باصات لبعض العوائل التي غادروا فصورونها يعني وكتبوا عليها المقال وفيه شماتة شديدة عجيبة في الشخح الحجور في طلابه وهذه الشماتة هي في الحقيقة يعني ماذا من أعمال المنافقين ومن أوصاف المنافقين بل رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم في وصف المنافقين يقول سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فهذه من أوصاف المنافقين الشماتة في الصالحين الشماتة في أهل السنة وما رأيتهم من الشماتات في تلك القناة كل القناة أساسا مؤسسة لمحاربة أهل السنة والجماعة القناة من أولها لا أخرها يعني ماذا كلها لمحاربة وفيها آلاف فيها كذا كذا ألف من المتابعين وكلها محاربة الأهل السنة والجماعة وخاصة الشيخح العجوري وطلابه يعني الملازم له بالذات وجميع مشاخر السنة في الحقيقة جميع مشاخر السنة اكتب اسم أي شيخ في هذه القناة تجد فيها رد عليه وتجد فيها شماتة فيه وتجد فيها كذب عليه أي شيخ من مشاخر السنة الشيخ أبو بلال حضرمي الشيخ حسين الحطيبي الشيخ مشاخر السنة كافة وفيها من الكذب كذلك ما الله به عليم نقال عن بعض طلاب الشيخ حية في العمود إنهم تواصلوا مع التحالف وإنهم استلموا أسلحة وإنهم كذا فأخرج هؤلاء الأخوة بيانا هم ثلاثة أخوة أخرجوا بيانا قالوا هذا كذب لا أساساً أو من الصحة ولم يحصل أساساً ما يستحيون من الكذب لا من الله ولا من خلقه فما رأيتهم من الشماتة في تلكم القناة والله أذهلني وكان أشد عليا كان لبرها من الزمن كذا أشد عليا من الأخبار التي تأتي من العمود ومن الشدة التي تحصل على طلاب العلم هناك بسبب الحرب الدائرة والله كان أشد عليا من تلك الأخبار الشماتة في هذه القناة كان أشد عليا لماذا؟ لأنني ما كنت متوقع أنهم إلى هذه الدرجة أو صلبهم الفجور إلى هذه الدرجة فهذه مصيبة عظيمة على البرامكة والله إنها مصيبة عظيمة عليهم أن يصل بهم الحد إلى أن يشمتوا فإن كان كبراء البرامكة يعلمون بهذه الأمور وبهذه الشماتات فوالله إن المصيبة أعظم وإن كانوا لا يعلمون فهذه مصيبة أن هذه المنشورات تنشر لآلاف الناس وهم لا يعلمون بها وأنا أكاد أجزم أنهم يعلمون بها فيجب عليهم أن ينكرون على هؤلاء يعني الرعاء على هؤلاء الجهال على هؤلاء الذين ما عندهم ما يمنعهم لا من دين ولا من مروه ولا قبيله ولا حياء لا من الله ولا من خلقه يعني الناس يتقاتلون هناك والقتل بال يعني بالآلاف وطلاب العلم مثلها مثل الشعب اليمني في وسط النارهم من انقطاع الكهرباء عليهم ومن خروج يعني كثير من طلاب العلم بسبب يعني انقطاع الكهرباء بسبب بعضهم عندها امراض بسبب الحرب قائمة واذا بهم يشمتون وهذا الحجور يفعل بطلابه وطلاب فعله وكأن طلاب الشخي الحجور هؤلاء عمرهم من سبع سنين من خمس سنين من عشر سنين ما كأنهم بعضهم عمره اكثر من خمسين سنة ما كأنهم راشدين بالغين عارفين من اختاروا عند من ذهبوا وان ذهبوا وان سيذهبون هذا ابتلاء ابتلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتين هجرة هاجر وهجرتين هجرة الأولى والهجرة الثانية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها كثير منها معارك كم معارك وكم غزوات وكم سرايا ونقول هذا لأنه كذا ولأنه يعني ما عنده حكمة ولأنه ما كذا ولأنه هذه ابتلاءات المؤمنين وإن الإيمان وإن قراءة التاريخ وإن قراءة سير العلماء الإمام الحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة خمسة وعشر سنة وهو يعني ماذا ممنوع أن يستمع بإخوانه وأصحابه وطلابه وأحبابه ممنوع أن يستمع بهم ومسجون ومضروب معروفة قصة الإمام الحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يجلد حتى يكاد أن يموت يجلد حتى يغمى عليه لو انجلت الشخح الحجوري قسم بلاستفرح فرحا قاتلكم الله إيش هذا الفجور اللي فيكم لو يقتل الحجوري ويقتل طلابه هذا الذي سيريحكم ويفرحكم هذا ظاهر كلامكم ومنشوراتكم هذا والله ما توقعت أنكم قادرون إلى هذا الدرجة يا رجل والله القبيلة تمنعني أنني أشمت في الصالحين وفي طلاب العلم بل في مسلم والله له إخواني من الإخوان المفلسين ما شمت فيه لأنها على الأقل مسلم رغم أنهم سبب دمار اليمن ودبورهم لا يعلمه إلا الله وبلاءهم على الشعب اليمني وعلى الأوطان لا يعلمه إلا الله عن الإخوان المفلسين ومع ذلك والله ما أشمت في إخواني في واحد من الإخوان جي ما توقي بنفسي ما توقي بنفسي ومروءتي وقبيلتي وعرفي وعقلي أني أشمت فيه فضلا عن واحد فعن نفسه أنه سلفي يعني على حسب نظركم أنتم شايفين أنه ما هو سلفي وأنهم حزبيون وأنهم كذا وأنهم كذا طيب فرضنا أنهم كذلك عندكم أنتم وأن هذا مستقر عندكم ما عندناه والله ما هو مستقر وأنكم تعلمون أنهم أهل سنة وأنهم أثبت الناس في اليمن بفضل الله عز وجل بل في العالم من أثبت الناس لو فرضنا أنه مستقر عندكم أنهم حزبيون فعلى الأقل هم خير من كثير من الفرق بل هم خير الفرق قارنا بغيرهم من أهل البدع لو فرضنا هذا جدلا يا شيخ يا رجل يا أخي إيش المروه وإيش القبيلة وإيش العقل اللي يفكر به يعني ماذا اللي يفكر به ها أو لا الله المستعان على العموم قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وفي حديث ابن عباس يا غلام أني معلمك كلمات أحفظ الله يحفظك إلى آخره في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فكل ما هو مكتوب على ابن آدم واقع لا محالة بل جاء في الحديث وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أصابك لم يكن ليخطأك يعني ما هو مقدر على الإنسان لا بد أن يصيبه لا بد أن يصيبه سواء كان يعني ماذا مما يفرح به أو مما يكره هذا متقرر هذا أساسا من الأساسيات أن الإيمان بالقدر يقتضي أنك تؤمن بهذا أنه لن يصيبك إلا هذه كلمة جامعة لن يصيبك يعني ماذا ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك الحديث هذا الحديث قاعد في هذا في القضاء والقدر فأهل السنة متوكلون على الله عز وجل وأنتم تتمنون أن الحجور وطلابه يحصل لهم وإلى آخرها كأنكم يعني في مأمن من هذه الفتن وكأنكم في مأمن من الأزمات وكأنكم في مأمن من الحروب الواقعة في اليمن وكأنكم في مأمن ممن تحالفتم معهم ووقعتم معهم الوفايا كأنكم في مأمن من هذا وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أنكم لستم في مأمن وإن المسألة أدوار وإن اليوم عند جارك وغدا في دارك لكن ما أدري كيف العقول التي تفكرون فيها ما أدري كيف ما أدري كيف فهل فيكم رجل رشيد ينكر عليكم ويغلق هذه القناة القذرة المليئة بالكذبات والله أني قرأت فيها كذا كذا كذبها استغربت كذب واضح هذه القناة فيها إما كذب واضح فاضح أو تلبيس شديد أو مبالغات أو نقل عن جهال ويعملونها ويحسبونها على أنهم من أهل السنة ومن كبار أهل السنة وهم جهال أساسا أهل السنة أنفسهم ما يعترفون بمثلها أو لا والعبرة في الدعوة السلفية بكباراتها وقاداتها ما شاء أهل السنة والجماعة هم العبرة أشخح الحجوري وأخوانا وأنتم تلفلفون كل من تمالي أحي الحجوري تلفلفون له وتنشرون عندكم في القناة وإما أنه شماته فهذه القناة كلها لا تخرج من هذه الأقصى حسبنا الله نعم الوكيل هذه رسالة للشامتي من البرانكة على الله ينفع بها من شاء منهم وكذلك من كان يعني يتابع هذه القناة يعلم هذه الحقائق والوقائع وهو أن الشماتة هذه يعني من ماذا من أوصاف المنافقين وأن يعني ماذا وأن لا أحد سالم من الإبتلاءات وحتى يعني أئمة الهدى وقبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني قصصهم معروفة ومعلومة في الإبتلاء الشديد الذي حصل عليهم عندكم النبي أيوب والإبتلاء الشديد الذي حصل عليه عندكم نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندكم موسى وما حصل معه هو وفرعاون وغيرها من القصص الأنبياء العظيمة التي فيها يعني بلاء أشد مما هو حاصل على أهل السنة في اليمن وأشد مما هو حاصل ليحي الحجوري وإخوانا المظروم أنكم يعني ماذا تقولون يعني إذا كان عندكم فطرة سليمة وعقل سليم وعقل صحيح تقولون يعني تغبطون هذا الرجل على الابتلاء الذي هو فيه صحيح أن الإنسان يقول نسأل الله العافية لكن إذا حصل الابتلاء فهو من الله وحصل الرضا بهذا الابتلاء فهذا رفع برجات عظيمة ما سيوفي الله عز وجل الصابر أجرام بغير حساب إلا لمرأة الصبر بغير حساب بغير حساب وأدلت يعني ماذا الابتلاء وفضاء الابتلاء معلومة أنه من ابتلي فصبر فأدل فأجره عظيمة وأنه سيوفى أجره بغير حساب أو أجره بغير حساب فما أدري الجهل يعني الذي عندكم العجيب هذا الجهل عجيب أو تغافل عن الأدلة يعني أو الحقد أعماكم الحقد أعماكم أنتم في هذه القناة المدبرة الفاجرة تمشون فيها على مبدأ يعني ماذا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخط تبدل مساوية وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخط تبدل مساوية ترون يعني ماذا يعني لا ترون القذى في أعينكم أو الجذع في عينكم معترضا وترون القذى في عين من تخاصمونهم فحسبنا الله نعم الوكيل والله المستعان وكما أتقدم أن سير العلماء معلومة وأن الابتلاه هذا حاصل عندك الإمام البهاري وما حصل له من تفريق بينه وبين طلابه وكانوا يمنعون من أن يجتمعون وقرأ سيرته كذلك أحمد بن حنبل كذلك بعض العلماء منهم من شنق ومنهم من علق ومنهم من صلب ومنهم من قتل ومنهم من أوذي ومنهم من شرد ومنهم من طورد سواء في اليمن أو في غير اليمن مثل ابن الأمير الصنعاني مثل الإمام الشوكاني مثل الإمام الوادعي والمحاربة التي حصلت له في بداية دعوته مثل الإمام الحجوري يا حبيب الحجوري حفظ الله تعالى في هذه الأيام وطلابه أتظن أن السدج لا يعرفون يعني كل هذه المحبة من الناس والعوام والطلاب والصالحين ليحل الحجوري كلها هبأ منثورة عندكم تظن أن هؤلاء لا يعلمون لا يعلمون فضل هذا الرجل وقوته في الدين وصبره وتحرزه لنفسه أن يكون في الجانب السليم وفي الجانب الصواب وأن لا يقع في ماذا في أمور يعني ماذا في أمور مستكرها شرعا تظن أن الناس لا يعرفون هذه الأشياء حمقى مغفلون مثلكم تظن أنهم هكذا الناس يعلمون ولذلك يحبون هذا الرجل جعل الله عز وجل له القبول العظيم بين الناس ولله الفضل والحمد والمنة وهذا ما أحببت أن ننبه عليه الحمد لله